قالت جزئية مهمة جدا وشغلت بالي وإحنا نشوف مدربات كتير الفترة اللي جاي نشوف مدربات جاهزات إنهم يضربوا فرق في الدولة المصري على مستوى كرة القدم النسائية لعدة خلينا أقول لك إن الموضوع ده يعني خد اهتمام كبير قوي مني من أول يوم برضو أول ما جينا لمجلس ده أول حاجة أخدوا الموافقة على الرخصة A من الاتحاد الأفريقي كانت وقفة بقى لها سنين وأخدنا الموافقة على الرخصة A من الاتحاد الأفريقي فكان أول حاجة لي أن أنا أصريت أن يكون فيها مدربات لكرة النسائية آه يعني كده كده كانت للرجال الرخصة كنت قلت أنا هبعت مدربات لا قلت هبعت أنا دخلت في خناقات آه طبعا دكتور جمال محمد علي طوله لازم يبقى فيه كوتة للكرة القدمة النسائية أنا محتاجة أهل كوادر ومحتاجة أن هم يكون لهم نصيب فيها وبالتالي الحمد لله كان عندنا فيهم مدربتين شاركوا في الرخصة أخدوها الرخصة كابتن أميرة يوسف وكابتن مريهان فبالتالي ده بالنسبة لي أول خطو أكاي أن إحنا عندنا كوادر نسائية معها الرخصة إيه هاي تاني حاجة كان فيه أن من الاتحاد الأفريقي برضو عايزين نعمل رخص تدريبية للبنات كانت هي دورة تدريبية للبنات بس هاي هو آمن بفكرتي وآمن بي في الحتة دي واشتغلنا على أن إحنا نعمل الرخصة دي للمدربات مجانية هي مجانية وده بالنسبة لي حدث إن هي دوق مجانية بالنسبة للمدربات لأن إحنا عندنا في مصر طبعا كمدربة ما بتاخدش رواتب زي الرجال خالص فإحنا عندنا فروق فردية فظيعة وفروق جدا بالزبط كده فكان إننا دعا من المدربات إن هما يأخذوا الرخصة ببلاش كان بالنسبة لي حاجة كويسة أو مجانية إننا بساعدنا بأهل الكوادر دي دور كبتن على النبيل بقى إنه خلى الرخصة وهذا ما هي لتلاتين بنت إحنا وصلنا إن إحنا بدينا ستين بنت الله هاي طبعا بالنسبة لي ده يعني مجهود يشكر عليه طبعا كبتن على النبيل حاجة كمان إن إحنا الرخصة اللي ستين بنت الرخصة دي الأفريقية لستين بنت كمان إحنا ركزنا إن إحنا ما توقعش بس من القاهرة الكبرى لا إحنا محتاجين يبقى عندنا كوادر في محافظات مصر وفي الأقاليم إحنا بننشر اللعبة على مستوى جمهورية مصر العربية فبالتالي الناس دي أو المدربات دول ما يجوا محتاجين إقامة ومعيشة أو يعيشوا في الفترة دي عشان يقدروا إنهم ياخدوا الدورة كل يوم برضو المتحاد المصري بتكورة القدم بصراحة وكابتن علق نبيل تكفل الاتحاد المصري بإقامة ومعيشة المدربات خلال فترة الدورة أو الرخصة دي فبالنسبة لي ده كان إنجاز أنا متخاني أنت بقى بالنسبة لي ده إنجازي لا لا أعيز أقول حضرتك يعني تعب السنين أنت بيبدأ يظهر قدامك وبتحقق نجاحات فيه بشكر كل الناس اللي موجودين معنا في الصورة طبعا كابتن علق نبيل دكتور مجامل محمد علي ضرر فنية للتحاد المصري المدربات طبعا كلهم كانوا قدر المسئولية 60 بنت عدد مش قليل دوري الناس اللي كانت موجودة كلها كنت فرحانة بيهم حاجة كويسة كمان إن المدربات دول مراحل عمرية مختلفة يعني عندك المدربة اللي عندها 25 سنة وعندك المدربة اللي بقى لها سنين موجودة وفوق 30 سنة من المنسبة في بعض الفرق في العالم دلوقتي بيستعينوا بنساء لتدريب فرق رجال طبعا ده أكيد إن شاء الله نشوفهم في المستقبل قريب كمان إنهم بيشتغلوا على كده فعلا حقيقة كمان مهمة قوي عايزة أقولها على موضوع الرخص دي إن البنات دي كمان كانت مبسوطة إن أنت بتقدم لها حاجة بالشكل ده بالرقية ده دورة على أعلى مستوى بتقدمها بشكل هايل مادة علمية قيومة ناس كلها كوالفايد اللي بيقدموا فيها أو بيحضروا فيها هنا كان في افتتاح الرخصة كان موجود مسكريم من الاتحاد الأفريقية مسؤولة الكرة النسائية هناك وكابتن علاء نبيل ودكتور جمال محمد علي وإحنا كنا بنفتتح الرخصة دي بوجود 60 مدربة فكان بالنسبة لحدث عادتهم متخيل إحساس إيه دول مثلا من فترة كده عامين يقولوا يا جماعة إحنا هنا هو محدش شايفنا إحنا هنا محدش شايفنا فأخيرا لو حد شايفهم يعني يلا تعالوا نشتغل ونقدي بشكل كويس وعلى فكرة الرخصة دي كان معموم لها انتروفيو مع كابتن علاء نبيل كمدير فإن الاتحاد إن كل البنات تروح تعمل مقابلة البنات اللي لها حقية وإن هي تشتغل فعلا وعندها شغف باللعبة دي وهي عايزة أكادر فيها فبالتالي نحن 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 نساعدها بالشكل ده ممتاز فترة اللي فاتت دي كلها أو كل الشغل اللي انت بتعمليه ده والكل اللي موجودين في اتحاد الكرة بيعملوه هدفكم أكيد هدف واحد منتخبات مصر الوطنية ويبقى عندنا منتخب محترم قادر على المنافسة أفريقيا وقادر على المنافسة عالميا طمينين على المنتخب هقول لحضرتك حاجة الحمد لله احنا عندنا منتخبات دلوقتي مختلفة مرأة 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 مختلفة عندنا منتخب تحت 17 سنة بيتحضر دلوقتي علشان عندنا تصفيات مؤهلة الكاس عالم عندهم مباراتين وديتين قريب في شهر نوفمبر مع الأردن منتخب الأردن وده من ضمن الحاجات المفيدة من الشركات المناها والاتفاقات كمان عندنا منتخب تحت 20 سنة تحب أقول لحضرتك أن منتخب تحت 20 سنة لأول مرة جهاز فني سيدات في مصر لأول مرة في التاريخ معانا جهاز فني سيدات وده حاجة أنا كنت بسعالها من زمان ولكن قبل ما نسعالها لازم عشان تحقق يبقى عندك ناس مؤهلة التأهيل قبل التمكين وده أنا مؤمنة جدا أن آه أوكي تمكين 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 بس أنا همكن مين مش كتة وخلاص مش لازم بقى واحدة موجودة هنا أنا لازم أمكن حد مؤهل وبأهله أنا كاتحاد مصري كوريد قدم الأب الشرعي للعبة هنا كابتن أميرة معها الرخصة إيه ومعها جهاز فني ومدرب عام كابتن آيات ومدرب مساعد كمان كابتن نورة فبالتالي ده أول مرة يبقى فيه جهاز فني سيدات لمنتخب مصر تحت 20 سنة